السلام عليكم و مرحبا بكم في قناتكم ساميرا كويزيري و ما ان شاء الله نتقسم معكم جوج ديال تحليات التحليات الاولى بمكونات فقط والتانية بثلاث مكونات فقط بدون فلان بدون جيلاتين او بدون نيشا كتشوفو هدو ما العناصر اللي غنستخدموه الحليب والتي المجفف والحليب والبرقوق والتي المجفف في التحليات التانية بنسبال تنكي هدو عناصر ممكن تتغنو عليها ولكن بصراحة من خلال تجربة دي لها التحليات من الافضل اننا نكهوها بمواد لك نفضلوها في البيت فانا نكهت الاولى بماء الظهر وبمسكة حرة وبنسبال النوع الثاني فانا نكهته بالفانيلا بنسبال الكيمياء انا قد نذكر لكم في كل تحليات على حداء المقادير والوزن بالقرام ديال كل حاجة استخدمناها ناخد نصف لتر التحليات الاولى ونضعوه على النار ونخلي نصف لتر التاني من الحليب بارد حتى المرحلة الجاية ان شاء الله ناخد في هاد الاتناء الحليب تتغلى على النار وانا كان ناخد تيل مجفف اللي استخدمت منه ميتين وخمسين جرام ولا بد اخوتي باش تنجح لنا التحليات يعني تجمد وتتماسك نستخدمو تين يكون ديال الموسم يعني جديد ونغسله مزيان مرة وثنين باش تحيد منه دا اكتراب ونرتبوه واحد نصف ساعة باش يقول لي سهل انه يرتب لينا وتتحلينا مع الحليب نقطعوه بقطاع صغيرة كي كتشوفو اخواتي ومباشرة بعد ما يتغلى عن ديال الحليب غدي نضيف ديك ميتين وخمسين جرام ديال التين المجفف نديلي واحد تحريكة خفيفة وغدي نخلي فالاتناء هادي غدي ناخد مسكة حرى ربع ملعقة مع قليل من سكر هبيبة تقريبا ربع ملعقة كذلك وغدي ندقوه بضهر الملعقة باش نضيفوه ان شاء الله على هاد التحليه هو غدي دوب على ايين بالحرارة ديال الحليب وغدي نخلي خمسة دقايق يرتب معانا ويسهل علينا فالطحين وغدي نطحنوه على بركتي الله وغدي نطحنوه على بركتي الله باستخدام طحن كهربائي ممكن تستخدموه الكاس نتاع العاصر المهم انا نطحنوه شريحه او التين مجفف حتى يصبح عندنا قوام تاع الحليب ناعم وطحنوه دوكل الجزئات تماما ما يبقاش عندنا طريفات نتاع الشريحه في الحليب خواتي تنأكد لكم باش تنجح معكم التحليه لاني جربتها اكتر من مرة باش تنجح معكم التحليه ولا بده تكون عندنا الحليب يكون طري طازج يعني وحتى كدلك التين يكون ديال الموسم ما يكونش قديم بزاف وبنسبة النكهة فضروري تنكهوها ايه الا كنتو من الناس اللي ما كيبغيوش النكهة خفيفة ديال التحليه لان الحليب صراحة ما كتبقاش واضحا النكهة تعت شريحه والسكرها تكون قليل بالنسبة للناس اللي كيحبوه الحلاوه اكتر فممكن يضيفو السكر او العسل اللي يحليو بالعسل طبيعي يكون احسن ومسكا حرال اللي ما كيبغيهاش ممكن ينكه بنكهات اللي كيعجبوه هو مهم انا عجباتنا كتير مسكا حرال اللي عندها منافع صحيه كتيره خاصة بنسبة صحات القلب والشرايين واضحا نصب هكذا يا الخليط ديالنا ديال الحليب وقتين مجفف في الكيسان كيك تشوفو واضحا نخليه على بركتي الله واحد ساعتين او ثلاثة هكيا في المطبخ حتي اعقاد ويتماسك معنا اه التحليه تشوفو كيجي القوام ديالها بحل عصير خاتر صافي هني غادي نخليها نغطي بوحد المنديل وخليها واحد ساعتين حتى ثلاثة وي انا غرق بها حتى تجمد ونوضعها في تلاجه او لا ممكن تقدموها اه هكذا كبلا من نبردها في تلاجه نجوه الحمدلله باقي بارد غن دوزو على بركتي الله للتحليه التانية اللي غنستخدموه فيها كدلي كترود الحليب وميتين وخمسين جرام ما بين الخوخ يعني مية خمسة عشرين جرام من البرقوق ومية خمسة عشرين جرام من الشريحة غادي نوضع النصف الاول كيف العادة كيف عملنا مع التحليه الاولى على النار يتغلى وفي هاد الاثناء غادي نقطع الخوخ الاسود او للاراسيا احنا في المغرب تقولو ليه البرقوق غادي ناخدو نزول ليه العظم اللي هته هو غسلتهم مزيان من الغبراء ومن كل شي غسلتهم زيان بزيان وغادي نقطعه غادي نزول العظم للبرقوق بنسبة الشريحة غادي نحيلي هالجزء الفوقاني تكون قاسح ونقطعها قطاع صغيرة اخواتي البرقوق هادا يستخدمت منه مية وخمسة وعشرين جرام فهو تجفيف منزلي يعني ما فيه حتش مادة طبيعي وتكون عنا تقريبا طيب نص طيبة اني كنجفوه في الفرن من يمكن تكونش شمش يعني قاسحة فانا كنجفوه في الفرن فكي يجي سهل في التعسل وممتاز ان شاء الله يلا بقتوا نخلي لكم روابط متاع التحليات اللي سبق ووضعتها في القناة ممكن نتمنى ان شاء الله تنالاعجابكم بعد ما تغلى الحليب ونضيف ليه البرقوق وشريحة ونخليهم واحد خمسة دقايق باش يرطابوا يسهل معانا الطحين ديالهم هنا بعد ما دازت خمسة دقايق غادي نوضع نحركو كتشوفو الخليط كيصبح غادي نضيف نصف ملعقة من نكهة الفانيلا اللي ممكن اخواتي تعوضوها باي نكهة بغيتوها انتم معلا حسب الدبق انتاعكم وغادي نبضع البركة الليه نطحنو في الخليط ديالنا كنتعرفو اخواتي الفوائد انتاع التين المجفف وحتعد ديال البرقوق كي سهلو الهضم غنيين بالالياف والسكرية انتاعهم طبيعية ومفيدة للجسم يعني كتتهضم بسرعة مش بحل السكر الابيض وكذلك عندهم منافع صحية اخرى كهشاشة العظام يعني كيصلاحوا غنيين بالاملاح المعدينية وبمواد اخرى انا في صراحة مش حفظها ومعرفهاش بالاسم اللي مهم انهم مفيدين كتير كتير الصحة وفينما رقينا الفرصة اننا نستخدموهم فيكون احسن غادي نضيف هكا يا الحليب بارد وانا كنطحن تشوفوا التحلية التانية ديالنا غادي جي شوية اللون تاعها غامق لانا استخدمنا فيها اضافة للشريحة استخدمنا فيها البرقوق اللي اللون تاعه تكون اسود وممكن ان ما بقتوا استخدمو البرقوق تستخدمو التمر او الزبيب فكيبقى لكم حريات الاختيار انا لانا هم توفر فانا استخدمته سوف ناخدو بعد ما اطحننا الخليط مزيان ونسجمد عنا العناصر ما بقاش عنا قطع تاع البرقوق او اللي ديال الشريحة فانا غادي نعمرها كيف القيسان يجي القوام تاع الخليط ديالنا خاتر سوف نوضعوها كده اكواب اخواتي هاد التحلية ها دي مك تبغيش تبات انا راج ربتها اكثر من مرة من الاحسن ان انا نوجدوها في نفس اللحظة اللي غا نبغيو ناخدوها مثلا قبل بساعتين ثلاثة سويع نوجدو التحليات ديالنا ونقدموها الافراد الاسرة فايا ماشي بحال التحليات نتع الفلان او اللي كانت استخدموه فيها البودرات الكاسترد فايا سبحان الله العظيم اذا باتت قتلق واحد شوية ديال الماء انا كتعرفوه ما استخدمناش فيها شي عناصر باش نجمدوها عناصر طبيعية وغادي يحبوها الناس اللي كيستخدموه مواد بيوه تشوفوا اعطتني هالكمية هادي وغادي اندوزوه على بركتي الله للتزيين انا عندي هنا يا رقائق شوكولاتا عندي اللوز اول قرقا عندي هاد الحجيرات هادو ديال التزيين للحلويات وعندي شوية ديال فرميسيل شوكولات ورقائق من الموز صراحة اندك شيلي متوفر وحاولت نزين به واحد زين يكون كيشهي هاكيا باش نتناولوا التحليه ديالنا بنسبة التحليه الاولى ديال الشريحة والحليب فانا غادي ندير لها فيرميسيل ودوك الحجيرات اللي عندي وواحد الشرحات من رقائق الموز تزيين بسيط وراقي في نفس الوقت ناخد هاكيا ثلاثة ديال الشكيلات واحدة بيضاء واحدة في اللون الفضي واحدة اخرى بنية وبنسبة التحليه التانية اللي استخدمنا فيها البرقوق مع الشريحة فانا غادي نزينها بحبة من اللوز يعني لزخضر ما محمر موالو طري وهاكيا انصاف من القرقاع ورقائق الشوكولاتة على هاد الشكل هادا مهم انتمو المخيلة ديالكم كيف الدوق ديالكم نزينو التحليه كيف ما بغيتو فكيف قلت لكم اخواتي هادا تحليات ما كيبغيوش يباتو يعني ليلة كاملة فهو ما تبقا وي تلقوا الماء وباش تنجح معكم الوصفة ولا بود اخواتي تكون عندكم شريحة ويعني شريحة تتخدمها تكون طريه وفي هاداك المادة الهلامية يعني ما تكونش ناش فيه بسا فيها غي الجلدة ولا بودة تكون معلال كامل داخل باش تعطينا هاداك كتشوف انا كنحرك اللوزو كيدور بحل فلان كيدور كامل فصراحة انتح لي يا زوين وخاصة الناس اللي كيبغيوه اشياءها كي تكون طبيعية فكنتمنى ان شاء الله يدانى الاعجاب بكم الفيديو مت هنسوناش من اللايكات ونسطلوا هاد الفيديو عدد كبير من اللايكات وتعملوا شير بارتاج مشاركة مع الاهل والاصديقة في مواقع التواصل الاجتماعي كنشكركم على التعليقات وعلي الكلام الطيب اللي كتقولوا فحقي جزاكم والله كل خير وان شاء الله معاكم وبكم القناة تكبر اكثر واكثر وهذا هو الشكل النهائي ديال التحلية ديالنا غادي نجرب معاكم تشوفوا القوام ديالهم بجوج كيجيوا رائعين وفتزين راقي لضيافنا وللافراد الاسرة ديالنا كتغيير صراحة اذا استخدمتوا فقط الحليب والتين مجفف غادي جيكم النكهة ناقصة فعمل احسن انكم تنكهوا بنكهات اللي كيعجبوكم كتشوف غادي جي التحلية ديالنا ديالبرقوق على هات الشكل هذا رائعة ولديدة بالنكهة تعت الفانيلا وبنسبها للتحلية الثانية اللي فقط بالتين والحليب كتجي على هات الشكل هذا وكنتمنى ان شاء الله ينالوا عجبكم الى اللقاء في فيديو قادم بإذن الله وستودعوكم في يد الرحمن اشتركوا في القناة